أفرزت عملية التسويت على الموازنة يعني أقول عن صفقات انتخابية قادمة قد تبدو ملامحة واضحة باختيار رئيس وزراء واختيار رئيس جمهورية رأيك يعني أنا عقب وأزيد على كلامك ما وصلنا يعني كان حوالي 45% عجز أضخم موازنة في أصعب وقت ووضعت في مرحلة بحيث أنه قبل الموازنة استقطع من كل عراقي 23% من قدرة الشرائية من دينار نتيجة خفض سعر دينار ورفع سعر الصرف للدرار حتى يغطي الرواتب هاي واحد بعدين مثل ما تفضل زميلي أنه وجدتي بوجهة نظر مالية وتوزيع المال ولكن لا انسجمت لا مع البرامج الوزاري من المسألة الاقتصادية مع البلد ولا مع الورقة البيضاء يعني التنمية كان تقريبا شبه يعني غائبة تماما شحيحة خليسميه ما أقول لها غائبة تماما شحيحة كانت كل شيء وشن اللي صار جديد نعم وشن اللي صار جديد صار جديد 20% بعد إذنى خلق أطيها المعلومة تم اقطاع 20% من قيمة القدرة الشرائية القوة الشرائية قبل الموازنة هاي قبل سياسة النقدية اللي موت تفقي نحن بياها لكنه هي من صلاحيات البنك المركزي لكن تمددت السلطة المالية على السلطة النقدية لأنه تحتضغط انخفاض سعر الدولار حتى يغطي الرواتب على الأقل لكن الفقير تأذى مثل ما تفضرت 23% ما فكرنا نعوض الفقير الفلاح والعامل وغير الكاسب مقابلها 23% بطريقة أو بأخرى سواء كان بتطبيق قانون حماية منتوجه العراقي حتى الفلاح يستفيد سواء كان بحماية المستهلك العراقي حتى لا سير الزيت من ألف إلى تتالاف وإلى آخره دور الحكومة غائب الأمن الاقتصادي غائب والمافيا تشتغل بكيفها والتجارة تشتغل بكيفها نعم الروح فاصل اعتذر من جنابك الكريم لكن بسؤال صوتت على هذه الموازنة؟ نعم صوتنا لكن مو على كل فاصل لكن مشت الموازنة مشت الروح فاصل مشاهدي الكرام